هناك بعض الأسئلة هل للكبر علاماته الظاهرة وما هي من علامات الكبر رؤية الإنسان لنفسه الفضل على الغير حتى لو تحقق أنه أفضل من غيره في جانب يذهب هذا الأمر بشعور أن الذي أعطاه هذه الأفضلية هو الله وليس نفسه وأن هذه الأفضلية سيساءل عنها يوم القيامة بما تتكبر بدنيا أحمق تتكبر بماذا بالدنيا لو كانت تساوي عند الله الجناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء لعنها الله عز وجل وتفاخر أنها عندك تتكبر ترى لنفسك أفضلية أنك قد عطيت الملعونة فهو من الحمق الظاهر وإذا تكبروا بشيء من أمور الدين يدل على أن الإنسان لم ينال حقيقة هذا الشيء وإنما عنده صورة هذا الشيء لو كانت عنده حقيقة الدين لأورثته حقيقة الدين ازديادة واضع وخفوة كان صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس تواضعا للأهر وحتى في نشوة النصر لما فتح مكة ودخل حاجا بعد ذلك دخل متأطئ الرأس قال الراوي حتى كاد رأسه أن يضرب على قربوس دابته على الرحل وفرش تحته قطيفة لا تساوي أربعة دراهم في قيمتها ودخل منقس الرأسه أدبا مع الله فما الذي يجعلك ترى الأفضلية لنفسك رؤية الأفضلية من علامات الكبر الأمر الثاني استثقال أن يوجه النصح إليك أن يثقل عليك وأن تتعالى أن لا تتقبل أن يقال لك أخطأت أسأت هذه علامة غمط الحق هذه علامة من علامات الكبر ولله در سيدنا عمر لما وقف يخطب وأراد أن يأمر بأمر قامت له امرأة وقالت يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر خلاف الحق خلاف الحق قال وكيف استدلت له ببعض الآيات فالتفت وسكت وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة نمضي ما قالت الخليفة الملك البلاد أمير المؤمنين وعلى المنبر وأمام الناس وتقوم امرأة من عامة الرعية وتقول أخطأت يا عمر كذا وكذا تفكر وتأمل كلاما فوجده صحيحا وقال أخطأ عمر وأصابت امرأة دعت المسألة يقوم أحدهم يقول لا سمع ولا طاعة لك يا عمر لما قام يخطب في يوم من الأيام حلتفت إليه وقال لما يا عبد الله صلحك الله لما فقال لما جاءت الغنائم الثياب قسمت على الناس وكان لك نصيب قطأة لا تفي بأن تفصل بها ثوبك هذا كان طويلا سيدنا عمر من الخطاطين هو وسيدنا حمزة الخطاط عند العرب هو الذي إذا ركب على الفرس من طوله تخط قدماه في الأرض فكان من الخطاطين هو وسيدنا حمزة فهذا الرجل قال القطعة التي هي نصيبك من الغنائم لا تكفي أن تفصل لك الثوب الذي يسترك هذا الستر من أين أتيت بالقطعة الثانية سرقتها لا سمع ولا طاعة لك يا عمر فقال على رسلك قم يا عبد الله بن عمر وأخبرهم من أين أتيت بالقطعة الثانية فقام وقال يا معشر المسلمين إن أبي لما لم تكفي قطعته ونظرت إلى ذلك أعطيته قطعة التي كانت من نصيبي فخاطها مع قطعته فكان الذي يتعون فأجلس ابنه والتفت إليه وقال ماذا ترى قال الآن سمعا وطاعا وانتهت المسألة فشان نزع الكبر ألا يأبى الإنسان من أن يوجه إليه النص الخصلة الثالثة ألا يثقل عليه أن يثنى على غيره وخصوصا إذا كان غيره ممن يشترك هو وإياه في صنعة واحدة إنتاز هذا بتجارة أو هذا بطب أو هذا بصناعة أو هذا بكذا أو هذا بكذا إذا ذكر الذي يشاركه الصنعة وذكر أنه كذا وكذا وكذا لا يثقل عليه إذا ثقل عليه معنا في قلبه باطن الكبر الذي سيؤدي به إلى الحسد فتأملوا هذه المعاني وأضيفوا إليها دوام تذكر العبودية لله والذل له سبحانه وتعالى والأصل الذي خلقنا منه وهذا علاج الكبر أن يتذكر الإنسان أصل خلقته من نطفة من ماء مهين من تراب قال الإمام علي بن أبي طالب عجبت لمن يتكبر وهو بعيف تقتله الشرقة لو شرق يمكن يموت تقتله الشرقة وتنتنه العرقة لو عرق تنتنت ريحه نتنت ريحه تقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتؤرقه البقة لو دخلت البقة البق بين ثيابه لم ينم بأي وجه يتكبر مر بعض الملوك بطريق فتقدم قبله بعض حرسه ينحو الناس عن الطريق فصادف رجلا كبير السني من الصالحين شائب وقد تجاوز نصف الطريق أو زيادة فيشوق عليه أن يرجع ليخلي الطريق والطريق أمامه لا يزال فقاله تنحى ارجع الأمير سيمر قال يسعني ويسعه فتهيب الحرس أن يؤذو هذا الصالح وأخبر الحاكم الأمير فلما اقترب منه ألقى عليه السلام رد السلام قال ما منعك أن تخلي الطريق حيث طلب منك ذلك قال الطريق تسعني ويتسعك فسر على بركة الله قال أتعرف من أنا تعرفني يريد أن يذكره أنه الحاكم قال أعرفك جيدا ألست الذي أولك نطفة مذرة ألست الذي أولك نطفة مذرة وأوسطك وآخرك جيفة قذرة أعرفك تمام وأبوك وأمك أعرفك جيدا ألست الذي أولك نطفة مذرة وأوسطك وآخرك جيفة قذرة بعد ثلاث أيام وأنت ميت ما يقترب أحد منك وأنت فيما بينهما تحمل في بطنك العذرة الوسخ في بطنك محمول فاستحيى ذلك الأمير الخير الذي أراد الله له الخير وتعطى رأسه وقال صدقه ومشائل حال سبيله نسأل الله لنا ولكم أن يخلص قلوبنا من الكبر ما يرزقنا كمال الاستقامة إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر